السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل تطبيق بسيط جدا على الفيديوهات السابقة اللي تعلمنا من خلالها ازاي نزبط الماتريال في المشروع بتاعنا هنطبق على الارضية بتاعتنا دي وحنستخدم فيها خمتين هنتعلم برضو ازاي نزبط خمتين مع بعض طيب اللي مشافش الفيديوهات السابقين ان شاء الله حاسب لكم اللينكات في صندوق الوصف علشان مهم جدا ان تشوفهم قبل ما تطبق على التمرين اللي قدامكم ده هنبتدي نضيف اول خامة وهي الكنار الخارجي ده هنضيفها ازاي هنروح لفايل ثم هنختار هيفتح لنا المربع او الفولدر اللي في الخامات بتاعتنا هنبتدي نختار الخامة بتاعتنا وليكن الخامة الغمأة دي ثم هنضغط نتأكد ان احنا مختارين من هنا هنضغط هنبتدي الخامة تنضاف معنا بهذه الطريقة نبتدي نقرب من الشكل بتاعنا ونضعها في بدايته ثم نبتدي نسحب بهذه الطريقة لحد ما احس ان بداية الفاصل جه على بداية الخط بتاعي ثم اضغط هلاقي ان الخامة انضافت معي بهذا الشكل انا سحبت لحد ما الخامة الفاصل بتاع المباني تدع جه في بداية الخط بالظبط فكده انا قدرت اضيف الكنار الخارجي بكل سهولة على ان الرميس او قواص البلاط تقريبا جاية مزبوطة مع الحدود بالظبط جميل عايز ابتدي اضيف نفس الخامة بس في الجزء اللي في المنتصف ده طيب الجزء اللي في المنتصف ده هبتدي اضيفه اضيف الخامة بس بطريقة مختلفة هعملها ازاي هروح ل ثم امبورد امبورد ثم اختارها برضو واضغط امبورد وابتدي اضعها هنا بعزة الشكل ثم اسحب واضغط طبعا الخامة بتاعتي نزلت بسكيل مش مزبوط يعني انا دلوقتي حاليا انا ما اعرفش مقاس البلاطة دي كام طيب عايزة ابتدي اضبط مقاسها هبتدي اختار الخامة هبتدي اضغط على select وابتدي اختار الخامة دي بهذا الشكل ثم هضغط على طبعا مهمة جدا ان انا الاول اعمل create منها اخد نسخة علشان ما بوصش اللي انا عملتها للنفس الخامة هبتدي اعمل create ابتدي اسميها وليكن اي اسم يعني مبدئيا كده اي اسم ثم هختار اوكي كده انا خدت نسخة هبتدي اضاعها هنا عشان اتأكد ان هي جميل عايز ابتدي اعدل على النسخة دي هاخش على ان موديل اختارها ادت افتح الخامة بتاعتي هلاقي ان الخامة بتاعتي عبارة عن اربع بلاطات انا هفطرت ان الخامة بتاعتي دي البلاطة فيهم 30 سنتي يعني 30 فاربعة 30 30 60 30 30 60 يبقى متر 20 يبقى ارتفاع الخامة بتاعتي او الصورة بتاعتي هيكون متر 20 ده ما هفطراض ان البلاطة بتاع 30 سنتي هخش حاجة في الارتفاع هنا وكتب متر 20 ثم هلاقي ان البلاطة الزبطت بالزبط مع الارضياء بتاعتي حتى الفاصل ده مكمل مع الفاصل اللي في الاسفل طيب لو حبيت اتأكد ان البلاطة دي فعلا 30 سنتي في 30 سنتي هبتدي اختار خيار التال ثم ابتدي اضغط هنا واسحب كده هلاقي ان فعلا البلاطة بتاع تسكلها مظبوط 30 في 30 عرفنا ازاي ان احنا بنظبط المقاس اللي احنا عايز بالضبط جميل عايز ابتدي اضيف الخامة اللي في المنتصب بنفس الطريقة هروح ل فايل ثم هضغط على امبورت ثم هاخترها واضغط اوكي او امبورت وابتدي اضعها في بدايتها بهذا الشكل ثم هضغط في اي مكان بهذا الشكل هلاحظ ان الخامة بتاعتي انضافت في السطح الخاري هاجيب اضطار اختار الخامة خش على السليكت الاول واختارها واسحبها ثم اضعها هنا بهذا الشكل ثم ابتدي اختار الخامة لان اطلق بطت معي وابتدي اضغط كليك عشان ترجع زي ما كانت بهذا الشكل طيب عايز برضو هلاحظ ان المقاسات مش مظبوطة طيب عايز اظبط اظبط هزاي هختار الخامة ثم هضغط على ايدة افتحها هلاقيها ان عبارة عن بلطين هقول ان البلطة تلاتين سنتي يبقى تلاتين وثلاتين ستين يبقى هاجي هنا كده هكتب بوينت ست واضغط كليك تحت هلاقي ان الخامة بتاعتي اضبطت هلاقي ان الفواصل مش مع بعضها في الاتجاه الافقي ومش مع بعضها في الاتجاه الرأسي جميل جميل لو حبيت ان انا الخامة الخامة في المنتصف الف البلطة بتاعها على زاوية مش يبقى زاوية قايمة زي ما هو كده لأنا عايز الف مسلا على زاوية 45 اعمل الكلام ده ازاي هتدي اضغط على الخامة ثم اختار ثم من دي هلاقي ان في اربع ده ببيض ظهر هتبص الاحمر ده هتبتدي اسحبه كده واجيبه في منتصف في بداية الخامة بتاعتي من الاخضر ده هتدي اعمل الروتيت بتاعي اللي على زاوية 45 هتبتدي اضغط عليه برضو وابتدي الف الخامة هلاقي ان اللي بيحصل معي اسناب وانا شغال اول ما وصل لل 45 هتدي اضغط كليك يمين done يبقى انا كده قدرت الف البلط بتاعي على زاوية زي ما انا عايز جميل جدا طيب لو عايز اطبق نفس الكلام على الخامة التانية دي هعمله ازاي هتدي اختارها واضغط كليك يمين تيكتشار بوزشن هيديني برضو مجموعة من الدبابيس هبتدي اجيب الدبوس الاحمر ده مثلا كده في البداية بهذه الطريقة ثم من الدبوس الاخضر باتدي اضغط عليه وابتدي الف الخامة اول ما توصل معي للخمسة واربعين تقريبا باتدي اضغط لكيمين ضم بهذا الشكل يبقى احنا كده من خلال الفيديو ده اتعلمنا ازاي نضيف خمتين مع بعض وازاي نظبط على خط واحد والعربي يستمشي مع بعضها في الاتجاهين وبمقسة مظبوطة وكمان لو حبينا نلف الخامة دي على زاوية ميل اتعلمنا ازاي نلف ها يبقى كده اتعلمنا من خلال الفيديو ده ازاي نظبط مجموعة خمات مع بعض طبعا حضرتك هتجيب الخمات لتعييم يعني عنا ممكن يكون الخمات مش من خلال الشكل ده تقدر مظبوطة يعني شايف الفواصل مش مع بعض في الاتجاه ده ومش مع بعض في الاتجاه ده وبمقسات مظبوطة لو جينا قسنا البلاطة دي هلقيها ثلاثين صند زي ما احنا دخلنا القيمة بالظبط يارب يكون الفيديو ده مفيد لحضرتكم وده فيديو مكمل للفيديو هين السابقين اللي ما شافش الفيديو السابقين هنسيب له اللينكات في صندوق الوصف وده تطبيق على اللي احنا اتعلمنا يارب يكون قدم الاضافة لحضرتكم يارب يكون مفيد لحضرتكم اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته